الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد إمام الأنبياء والمتقين عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم بداية لازم نعرف أن كل حديث وله راوي يعني ناقل حديث راوي حديث اليوم صحابي عظيم أسلم هذا الصحابي الكريم وهو عنده 18 سنة صحابي من أهل الخزرج يعني من المدينة المنورة وتوفى وهو شاب عمره ما يزيدش عن 38 سنة حسب روايات الصحابة على الرغم من كده حاز على أكبر حب وهو حب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك اللهم ارزقنا حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحابي مدحه رسولنا الكريم وقال نعم الرجل معاذ بن جبل وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ صحابي وصفوا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال معاذ إمام العلماء يوم القيامة برطوة أو رطوتين والرطوة هي زيادة في الشرف والمنزل العالية رضي الله عنه أرضاه وجمعنا به تحت ظل عرش الرحمن مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وده كان في غزو التبوك قال فأصبحت يوما قريبا منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخني الجنة ويباعدني من النار بمعنى عمل إذا عملته يكون سببا لدخول الجنة ونجاتي من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم أي عظيم على النفوس القيام به لأن دخول الجنة والبعد عن النار محتاج مننا فعل كل عمل مأمورين بفعله واجتناب كل عمل منهيين عن فعله وإنه ليسير على من يسره الله عليه يعني وما عظم هذا العمل إلا أنه سهل وهين على من أعانه الله عليه بعد كده بين له حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا العمل فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وده هو التوحيد توحيد الله عز وجل ونفي الشريك أيا كان إنسان كان ولا حيوان جماد ولا قبر ولا شجر ولا صخر ولا 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 يا رب أنت الهادي وعليك بنادي اسرف عنا كل شرك وتقيم الصلاة أي تقيمها في أوقاتها تأمات الأركان والواجبات والمراد بها صلاة الفريضة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة يا ترى صليت النهار ده ولا لاهي يا رب كلنا نصلي وتأتي الزكاة أي تخرج الزكاة من مالك بشروطها إن كنت غنيا وتملك النصاب ودي عبادة مالية ما فيهاش خيار خلي بالك من الزكاة وتصوم رمضان أي تصوم الشهر المعظم ده بشروطه ومع القدرة على الصيام وتحج البيت أي تقصد البيت الحرام والكعبة المشرفة وتؤدي مناسك الحج بأركانها وبشروطها وأحكمها ويشترط فيه الاستطاع البدنية والمالية كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير يعني طرق الخير والنجاح في الدنيا والنعيم في الأخرة يا رب نعم كلنا محتاجين أبواب الخير أول باب من أبواب الخير هو الصوم والصوم جنة يعني ستر حفظ لصاحبه من الشهوات في الدنيا ومن النار في الآخرة والمراد به هنا صيام التطوع لأنه ذكر صوم رمضان قبل كده والباب الثاني وهو الصدقة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يعني تمحوها وتمسح أثرها تخيل كده وانت بتصب مية على النار يا بختك يا متصدق بالسواب العظيم ده والمقصود هنا صدقة التطوع لأن زكاة الفرد زكرت قبل كده والباب الثالث وصلاة الرجل من جوف الليل يعني قيام الليل وهو عام للرجل والمرأة وزكر الرجل هنا للتغليب قال معاذ ثم تلا أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بيستشهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقوم الليل ويقرأ القرآن ما أعد الله لهم من أجر وما يتقر به أعينهم يوم القيامة في الجنة من عيم خدت بالك إن ربنا أمرنا بأرقان الصلاة والسوم والزكاة ورجع تاني حسنا على نفس العبادات من صلاة الليل وصيام التطوع والصدقة تفتكر ليه تفتكر ليه قبل ما نكمل خلينا نقول إن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم حب يبسط الموضوع لسيدنا معاز وللمسلمين فشبه الحديث الشريف بجمل جمل؟ طيب ليه اختار جمل؟ ببساطة لأن ثقافة العرب وتفكيرهم كان بسيط وكان أحب أموالهم وأفضلها هي القبل أو الجمال فحب يشد تفكيرهم وده اسمه اسلوب التشويق يعني عندنا جمل ليه رأس وعمود اللي هو الباكبون وسنام اللي هو أعلى جزء من ظهر الجمل نرجع لحديثنا قمت صلى الله عليه وسلم سأل معاز رضي الله عنه ألا أخبرك برأس الأمر كله يعني رأس الدين وعموده يعني أصل الدين اللي بيقوم عليه وذروة سنامه يعني أعلى ما فيه وأرفعه قال معاز رضي الله عنه بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام أي الشهادتان مفتاح الإسلام اللي من خلاله يصبح للإنسان أصل في الدين هو فيه حد يقدر يعيش من جير رأس وعموده بالصلاة وطبعا كلنا عارفين إن من جير عمود بنقعة طبعا لازم نقعة وما نقومش تاني طيب ليه الصلاة لأن الصلاة هي الركن الوحيد اللي لازم نقديه مفيش أعذار صحيح كنا أو مرضى مقيم أو مسافر عندنا ميا ولا ما عندناش للوضوء أما بقية الأركان من صوم وزكا وحاج بتكون حسب المقدرة والاستطاع فلم يبقى له إلا الصلاة فصارت كالعمود لحمل الإسلام وإظهاره عند كل مسلم وذروة سنامه لجهاد أي الجهاد ده للرفع وطبعا كلنا نتذكر جيوش المسلمين الموحدين أيام الزنة وانتشار الإسلام في بلاد العجم والفرس الخلاصة هنا رأس هو الإسلام عمود هي الصلاة ورفعة شأن في الجهاد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله يعني ما يتم لك به السؤال قال معاذ بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه أي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا أي ترك الكلام المحرم زي الكلام اللي فيه شرك والكذب وشهادة الزور والقول على الله بغير علم والخوض في أعراض الناس وغير ذلك من الموبقات المهلكات كالغيبة والنميمة والفحش من القول وغير ذلك واترك الكلام فيما لا يفيد وفيما لا معنى له فإذا تكلمت فلا تتكلم إلا بخير كالأمر بالصدقة والمعروف أو الإصلاح بين الناس ونحو ذلك فإن لم يكن في الكلام خير ففي الصمت السلامة مصداقا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت سأل معاذ رضي الله عنه يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به أي محاسبون ومعاقبون على هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلك أمك يا معاذ أي فقدتك وليس المراد به الدعاء على سيدنا معاذ ولكنها من كلام العرب واستعماله صلى الله عليه وسلم للتنبيه إلى أمر مهم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أي هل هناك من شيء يجعلهم يسرعون في النار على وجوههم ويسقطون إلا حصائد ألسنتهم أي إلا بسبب ما يحصدونه يوم القيامة من كثرة الكلام في الدنيا في غير طاعة الله عز وجل اللهم إنا نعوذ بك من شر اللسان اللهم اصرف عنا الغيبة والنميمة والقيلة والقال اللهم لا تجعلنا من الخاسرين أزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة بعض الدروس البسيطة اللي استفدناها من الحديث ما نستناش الخير ونروح له إحنا نخلي أولادنا يسألوا علشان يتعلموا ما نضعيش وقتنا ونستفيد من كل لحظة نصاحب الأخيار ونبعد عن الأشرار الحب في الله هو اللي باقي لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك وعلى فكرة ده مسأل عربي التوفيق من الله وعلينا الدعاء نجعل بنا وبين ربنا طاعة بالسر لعلها تنجينا من عذاب النار نحترس من اللسان واللسان المسرسر نعرض دعوتنا بأسلوب شيء ونشجع ونيسر على الناس ويا ريت ما ننساش نعمل سبسكرايب ولايك وشير لليوتيوب ويا ريت لو نزور صفحتنا على الفيسبوك هنسيب الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر